قرن ونصف مر على تأسيس أول صحيفة عراقية هي الزورة وبهذه المناسبة يحتفل الصحفيون العراقيون بالعيد الوطني لهم في نقابة الصحفيين تجمع المهنئون من داخل وخارج الأسرة الصحفية احتفل البعض بهذا اليوم بينما وجده آخرون مناسبة للتذكير بكم التحديات والقيود التي تكتنف طريق عملهم الصحفي الصعب في بلد يعد الأخطر على حياة الصحفيين في العالم وفق منظمة مراسلون بلا حدود يعني بالتأكيد الصحفي أو العائلة الصحفية بشكل عام تواجه الكثير من الصعاب في الشارع العراقي الكلمة الحرة هنا في العراق ما تزال كلمة مقيدة لا تزال هناك الكثير من القيود نطالب دائما الحكومة العراقية نطالب نقابة الصحفيين أن تكون سندا للعائلة الصحفية والإعلامية لكن لحد هذه اللحظة هي مجرد مطالبات لكن صداها لم يصل إلى المستوى المطلوب تعترف نقابة الصحفيين بكثرة التحديات التي واجهت وتواجه الصحفيين العراقيين وبالأخص خلال العقدين الأخيرين لكنها تؤكد وجود عمل مشترك مع الحكومة لتذليل تلك التحديات هذه المعرقلات نعم موجودة وإشكالات تواجه الصحفيين في عملهم موجودة ومؤثرة وفي بعض الأحيان صعبة للغاية لكن سنعمل مع حكومة السيد محمد الشاع السوداني على تذليل هذه الصعوبات ومع المحافظين في المحافظات وإن شاء الله ننجح وأنا على ثقة بأن حكومة السيد السوداني قريبة من الصحفيين وستعمل على دعم الأسرة الصحفية وفي يوم عيدهم الوطني أثنت جهات رقابية على دور الصحفيين المهم في الكشف عن ملفات مهمة مطالبة إياهم بلعب دور أكبر لمحاربة الفساد هي التي تحارب الفساد وأقول أن الكلمة الحرة هي روح الديمقراطية وقلبها النابض لا ديمقراطية بدون كلمة حرة علينا جميعا أن نحمل كلمة الحرة حتى نستطيع أن نقوم العجاج الإعلام هو في خط مواجهة الأول وعليه مهمة كبيرة يؤديها للوطن والشعب ويحمي الشعب ويحمي أماله نتأمل في الإعلام دور أكبر ويشير آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية ومقرها نيويورك إلى أن العراق حل بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب في الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين في عيدهم الوطني يستذكر الصحفيون العراقيون مقتل خمسمائة صحفي عراقي خلال العقدين الأخيرين وفق الإحصائيات الرسمية ومثلها انتهاكات حصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ورغم استمرار التهديدات والقيود إلا أنهم يحتفلون اليوم بقدرتهم على الصمود أسعد الزلزلي الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر